بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المسنف أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى في كتابه الجامع باب ما جاء في كراهية أن تصافر المرأة وحدها قال حدثنا أحمد بن مني قال والكراهية في الحقيقة في اللغة القديمة ينبغي أن نعرفنا الكراهية في اللغة القديمة حتى في لغة المتقدمين ما كانت تستعمل إلا بمعنى التحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروحا بهذا المعنى قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن محران عن العامش عن أبي صالح زكوان السمان عن أبي سعيد الخدرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فساعدا إلا وماها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها أو ذو محرم منها يعني هذا تعميم بعد التخصيص يعني أي واحد يكون زواج زواجها ما هو حرام بالعموم فقد يكون ابن الأخ وابن الأخ وكذلك أخوها من الرضا مثلا وفي الباب عن أبي حريرة رضي الله عنه وابن أباس وابن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة هذا الباب في الحقيقة أيضا باب جيد في كتاب الأئمة رحمة الله عليهم وهو ذكر مختلف الحديث تالفون اختلاف الحديث أن يختلف حديث مع حديث فكيف الجمع بينهما أو كيف الترجيح أو التوقف فالترمذي رحمه الله في كتابه مواضع كثيرة جدا مما يتعلق باختلاف الحديث ثم يشار إلى الجمع أو الترجيح إلى آخره فهنا قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا ماضي محرم هناك لا تسافر لا يحل أن تسافر ما سفر يكون ثلاثة أيام فسائد هنا يوم وليلة فهل بينهما أي اختلاف إلا ما محرم ولا عملوا على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا ما ذي محرم ولا عملوا على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا ما محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة وإن لم يكن لها محرم هل تحج السفر سواء كان للحج أو لغيره كله سفر والحديث يشمل السفر الحج أيضا لكن جاء اختلاف العلماء الذين قالوا أنه لا يجوز لها أن تسافر بدون مهرم سفرا عاما أجاز منهم من أجاز لسفر الحج فقال بعض أهل لا يجب عليها الحج وهو الذي قد يترجه إن شاء الله لأنه سفر وقد المخاطر التي يخاف من أي سفر لها يخاف في سفر الحج أيضا عليها وقال لا يجب عليها الحج أن المحرم من السبيل لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا فالرجل إذا ملك صحة ثم زادا وراحلة مما يصل إليها ويعيش في مكة فجاز له أن يكون وهو يجب عليها أن يسافر أما المرأة فتزيد شرطا ثالث وهو أن يكون لها محرم ما تكون مستطيعا السبيل إلى مكة إلا إذا كان عندها محرم فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول صفيان الثوري وعلي الكوفة وقال بعض آل الإلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك بن عنس والشافعي مع الناس ولعل استدلالهم من حديث المرأة من الحيرة يا عدي هل رأيت الحيرة في سعي البخاري يا عدي هل رأيت الحيرة قال يا رسول الله ما رأيتها ولكن أنبيت أنا قال وكان على العديث أنه بتمامه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه إذ جاء رجل فشك إليه الفاقة وجاء رجل فشك إليه قطع السبيل وقال يا عدي هل رأيت الحيرة قال لا ما رأيتها ولكن أنبيت عنها قال لين طال بك حياة لترين الضيين لين طالت بك حياة لترين الضيينة تخرج من الحيرة إلى الكابة لتتوفغ الكابة وحدها لا تخاف إلا الله أز وجل يقول فأدي بن حاتم يقول فقلت في نفسي أين يذهب الدعار بن طي الذين سعروا البلاد سعروا البلاد أي سعروا وأحرقوا البلاد بالنهب والقتل وكذا فقال والله لقد رأيت الضيينة تسافر من الحيرة إلى الكابة وحدها لا تخاف إلا الله فلعلهم استدلوا بهذا إذا كان الطريق عامنا فجاء الأمنه في بلاد الله تعالى بعدما كان القتل والنهب والسلب وغيرها في الجاهلية نعم فألا هذا قالوا إذا كان الطريق عامنا فإنها تخرج مع الناس في الحج مع الناس عامة أو ألا ما وجدنا أقرب شيء إلى الجواز لو قال هو قول مالك بالتصريح مع رفقة من النساء ليس مع الرجال إنما إذا كانت هناك نساء صالحات قانتات تخرج معهن إن شاء الله للحج وأوجب عليها الحج مالك رحمه الله أما الآخرون فلم يوجب عليها الحج نعم هو هذا لكل حال لم يكن ظاهر ليس هذا الاصطلاح المستعمل بالإشارة إلى الضعف وكذا لكن الحديث صحيح لكنه أشار فقط ماذا يريد بهذا وهذا باب لو جمع فيه كتاب بالحقيقة دي اختلاف الحديث عند الإمام مالك عند الإمام الترمذي رحمه الله ومختلف الحديث الآن تجد فيه أمل ثم جاء فيه رواية لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا وما هذا مهرم لا تسافر المرأة ثلاثة فراسخ جاء في لفظ آخر ثلاثة فراسخ الفرسخ أربعة أميال والميل ألف زراء أو كذا قالوا على كل حال فيكون كل هذا إذا جمعنا فيكون المطلوب منه من لحكمة في هذا أنها إذا كانت في خوف من نفسها وعرضها فلا يجد رهن تسافر ولو خطوات هذا الذي يظهر الله عالم نعم أشار إلى هذا المعنى بقوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ما ذي مهرم هناك ثلاثة فراسخ هناك أظن ليلة واحدة جاءت رواية أيضا ليلة واحدة إلا ما ذي مهرم ثم بعد ذلك قال حدثنا الذين استدلوا بحديث المرأة الضعينة من الحيرة قالوا لا هذا لا يوخذ منه الجواد نقول هو استدرالهم والله أعلم إذا كان الأمن سايدا في البلاد لكن الآخرين قالوا لا إنما هذا ذكر في سورة المدح لأن الأمن يخيم بعد الخوف بعد الجاهلية وليس فيه إباحة السفر هكذا على كل حال ما ردوا الحديث لكن أولوا هكذا ثم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا بشر ابن عمر هو بشر ابن عمر ابن الحكم الزهراني من الثقات قال حدثنا مالك ابن عنس عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا وما هذو مهرم أخرجه البخاري وغيره الذي عبره بصيغة روية والظاهر ليس هنا إشارة إلى التضعيف باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات مغيبة يعني المرأة التي غاب عنها زوجها كأنها أغابت هي وغيبت زوجها فهي يسمى المغيبات كراهية الدخول على المغيبات اللواتي أزواجهن قد غابوا عنهن ربما في سفر المعيشة أو سفر الحج أو سفر الجهاد أو أي مكان نام قال حدثنا قطيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب الفقيه أنا بالخير مرثد ابن عبد الله اليزني أن أقبأ بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء فقال رجل من الأنسار يا رسول الله أرى أفرأيت الحمو قال الحمو الموت هو قريب الزوج أي واحد وقيل أخو الزوج على كلها أي واحد اللي يكون محرم له منها من طرف الزوج أصلا هو الحمو ويدخل فيه لأجل علله حتى لو كان من أقاربها وليس من المحارم قال يا رسول الله فرأيت الحمو قال الحمو الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص ومن الغريب هنا المقصود منه الحمو الموت ففيه المخافة أكثر أو في دخوله المخافة على عرض المرأة أكثر لأن الناس لا يشكون فيها ويقول أنها قريبها وكذا وكذا إلى آخره وهو مثل الموت ربما يوقعها في الحلاكة ومن الغريب أن بعضهم قال هذا يعني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أي للأحما أن يدخلوا عليها كما أن الموت لا مفر منه كذلك لا مفر منه وهذا لا شك أنه ليس هو لا تناسبه الأدلة العامة في صون المرأة مثل هؤلاء نعم قال قال أبو عيسى حديث عقبة ابن عامر حديث حسن صحيح وإنما مانا كراهية الدخول للنساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ومانا قولي ألحم أخو الزوج كأنه كره له أن يخلو بها كأنه كره له وهذا هو المتعين في الحقيقة كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي بها نعم وهذه المسألة في الحقيقة قد تدخل فيها مسألة العرف والقبيلة وكذا وإذا كان هناك لو منع قريب أخو الزوج على الدخول على زوجة أخيه قالوا أنه في بعض القبائل كانت وحتى في نعرف أقوام آخرين أيضا أنهم يجدون في أنفسهم وكأنها أهانت وكأنها هو أجنبي أو مثل هذا ويتخذون عليها ذريعة للخلاف ما بينهم وعذا كله للبعد أن فهم دين الله أو أن الأمل بدين الله نعم ثم بعد حدثنا نصر بن علي وهو الجحظم أنه قال حدثنا يونس يونس هو بن يزيد العائلي يونس بن يزيد العائلي عن مجالد عيسى بن يونس بن ابي عساق ليس يونس عيسى بن يونس بن ابي عساق السبيعي عن مجالد وهو مجالد بن سعيد أبو الوداك هذا ضعيف عند الأئمة عن الشعبي آمير بن شراهيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرد دم قلنا ومنك آل ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم أو أسلموا هذا الحديث فيه جزآن أولا لا تلجوا على المغيبات وهنا لا إياكم الدخول على النساء كذلك لا يخنوه لن رجل بمرات الظاهر قد يتحسن بهذا أو يستغنى بهذا الجزء الضعيف هناك في الرواية الأخرى فإن الإنسان يجري من أحدكم مجرد دم أيضا جاء في حديث صحيح قلنا ومنك يا رسول الله نعم جاء في رواية صحيح أيضا قال ليس بلفظ آخر ليس من ابن آدم إلا وما هو قرين قال ولك يا رسول الله قال نعم ولكن الله قد أعانني عليه فأسلموا أو أسلم يعني أسلم شيطاني أو أسلم منه ولا شك أن الله قد عسمه صلى الله عليه وسلم فصح مانا أسلم أو يكون مواجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون شيطانه وقرينه الذي يأمر عامة الناس بالشر يكون قد أسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره الحديث هذا بهذه الأجزاء مجتمعا من رواية مجالد بن سعيد إلا أن المعاني معنى الحديث صحيح بروايات أخرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه يعني غريب إذا استعمل الترمذي في الغالب كما قال بعض العلماء أيضا بتجربتهم أنه يشير إلى ضافي وبالفعل إسناده ضعيف لأجل مجالد بن سعيد وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن ويينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم يعني أسلم أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم هذا تفسيره قال والشيطان لا يسلم نعم ولماذا لا يسلم أن الشياطين الشيطان هو من ذرية إبليس طيب ومنهم وأن من المسلمون ومن القاصطون فيكون مسلمون يسلمون فقال سفيان والشيطان لا يسلم بصفته شيطانا لا يسلم لكن ربما يقصد بهذا لأن قالوا الجن عام والشيطان الذي يكون غير مسلم ويكون يبث الشر في المسلمين فشيطنته يسميه شيطانا ولا يقال أنه من الجن المسلمين والمسلم لا يسمى شيطانا كأنه يقول هكذا لكنها ليس والله أعلم ليس بالعزم أن يكون يقبل الآخرون هذا المعنى الشيطان قد يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعتى الآخرون فملعله من مجزات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلجوا على المغيبة والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جمعوا مغيبة ثم قال باب حدثنا محمد بن بشار عجيب سبحان الله ولحفظه لا يكون ضعيفا أرف لنا الحديث السحي ما رواه أدل تعم الضبط متسر السند فإذا كان حفظه ضعيف حديثه يكون ضعيف خفيف الضبط حديثه خفيف غير صحي نعم على كل حال ضعفوا إذا أطلقوا الضعف ما نهوا أنه ليس بلازم أن يكون هو غير عدل آه يفضحكم هذا سبحان الله يجلس فيه الدرس ويفضحكم ما يتعرف الحديث السحي نعم على كل حال الحاصل أنه لا شك فيه أنه قالوا أنه ضعيف لحفظه نعم فضعيف لحفظ حديثه يكون ضعيفا إلا أن يكون يتاب أو يشاهد الآخرين آه قال باب حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عمر بن عاصم هذا إذن ضعيف عمر بن عاصم القيسي الكلابي صدوق سيء الحفظ إذا قالوا صدوق سيء الحفظ هو أنه عدل لكن حفظه ضعيف فالثقه لا يكون إلا إذا كان عدلا حافظا فإذا هو صدوق في ذاته إلا أنه سيء الحفظ فيكون حديثه ضعيفا إذا كان مدار الحديث عليه قال حدثنا همام أن قتاده أن مورق وهو لعجل ثقة أن أبو الأحوس أبو الأحوس هو من يكون هنا هكذا ابن حجر وغيرهم قالوا صدوق سيء الحفظ أمر بن عاصم الكلابي هو هذا فيه شيء أنا دائما أقول بارك الله فيكم ارجوا إلى مثل هذا دائما أقول ارجوا إلى كتب الجرح والتعديل إذا كان العلماء جاء لهذا الهديث من أخطائه مثل الكامل ابن حدي ربما يقول من جملة ما أنكر عليه كذا وكذا فالظاهر هو أنكر عليه أحاديث بحيث لا يبقى ماهو خفة الضبط فقط ما أنه لو كان أنا دائما أسيح بهذا الحمد لله وقدمت له الجامعة لكن الناس أذواقهم على كل حال سبحان الله نقول هؤلاء الذين قالوا أنه يخطي قليلا أو يهم قليلا أو يخطي في بعض الهان ثقة أخطأ في بعض الهديث هذا كله الآن الزمان قد تأتى لك لأنه قد حيزت لك كتب السنة وكتب الرجال كلها من عقاس الدنيا فمن الممكن أن تبحث الآن في الكتب التي ذكروا فيها أخطأ في هديث كذا وكذا 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 وباقي هديثه صحيح لماذا لا يقوم طلبة العلم في قسم الكتاب والسنة أنا قدمت في الجامعة وأنا لا أريد أن أفضح إخواني لكن ما فهموا الموضوع زملائي في قسم الكتاب والسنة قدمت قل نكلف الطلبة يأخذون مثلا ثلاثين راوين من أصف بصدوق صدوق نفسه لماذا سمي صدوق لأنه خف ضبطه كما قال ابن حجر فإن خفض ضبطه فحديثه حسن فهل جميع حديثه يكون حسنا وأنا ذكرت هذا للشيخ الألباني قلت أنت تصحي أحاديث أو تحسن وقد يكون هذا الحديث وقع من أخطائي لأنه ما سمي صدوق هذا ناقشت الشيخ الألباني به هذا رحمة الله قال أنا الحمد لله وحاول أنا عارف ما أخطأ فيه ولذلك دائما حتى أنه تجد في كتبه في كتبه يذكر أن هذا الحديث مما نصل إما أنه أخطأ فيه ولذلك يجب علينا في هذا الزمان أن نبحث نأخذ ثلاثين حديث رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه ثم يبحث جميع في جميع الكتب أحاديثه التي قالوا فيها أنه أخطأ فيه الطبراني تجد فيها أشياء كثيرة كذلك يعقوب بن الشيبة له المسبد المحلل منقول أنه أشياء كثيرة كذلك الدار قتن تجد فيها أنه يعين فتجد وأكثر ما يتجد مذكور هذه الحديث المنكرة أو الذي ثبت ضعفه فيه تجد فيه الكامل لابن عدي كذلك الضعفاء للوقيري كذلك حتى عند ابن الجوزي نقل من الكتب القديمة هذا واجب الأمة الآن أن يقوم طلبة العلم حتى يعته فهرس لنا مجالد ابن السعيد حفظه ضعيف في حديث كذا وكذا وكذا إذا كان ستين في المئة يخطئ فهذا يجعلونه سيء الحفظ وإذا كان ثلاثين في المئة أو اشرين في المئة ويقولون صدوق يخطئ كثيرا أو يخطئ هذه كلها يجب علينا في الحقيقة أن نحرر في هذه الأيام المتخصصون الآن في الطب يتخصصون في جزئية خفيفة جدا رموش العين يتخصصون فيها أمراضها وكذا وكذا كذلك التنفس وكذلك العين فيها أجزاء يتخصصون فيها لماذا لا يقع تخصص المتخصصون في علم الصنة كذلك علم الشرية لمثل هذه الأمور الدقيقة والله أنا قدمت بالجامعة خطة لأن يعمل فيها الطلبة لكنهم قالوا هذا ما يقدرون عليكم ليش ما يقدرون يعني الآن هل فوق الدكتورات هناك دراسة لا إذا لم يقدروا فمعناه أنهم من الآن يغلق لماذا تنفق على هذه الدراسات هذه الانفقات الكثيرة يغلق الباب وكثير منهم والله الذي نشتقي أن علم الحديث أو متخصص في الحديث لا يعرف البحوث الفقهية وأصحاب الشرية ورثنا نحن أن الشرية منفصلة وقسم الكتاب وقسم الحديث منفصل فأصحاب الشرية قد يستدلون بأحاديث ضعيفة فلماذا لا يكون امتزاجا حسنا بين السنة وبين وصول الشرية وصول الفقه الشرية وغيرها ويكون ينزع منه الراجح حتى لا تكون هناك يعني فتن بين المذاهب المذاهب لماذا تقاتلت فيما بينها هذا يستدل بحديث ضعيف وذاك يستدل بحديث صحيح وذاك يخطي هذا وذاك يخطي هذا نحن نقول لا العقول المدارس هي التي تسنع الوقول فلماذا لا نربي طلبتنا على البحث الراجح بالكتاب والسنة كم من المسائل تجد إن شاء الله إذا بحثت تجدنا الراجح لكن إذا حسنت النيات من أهل المذاهب إذا أرادوا الصحيح الراجح بمتابقة السنة في الحقيقة ما يرجه بالسنة فربما يقوموا أو إذا كان إن شاء الله إذا قدر الله أن تكون هنا إن لم يكن في الدنيا في مواضع أخرى لكن المملكة إن شاء الله لها بفضل الله تعالى الإحياء للسنة ما لم تحيى منذ ثمانية قرون لماذا لا تكون هنا مركزاً لمثل هذه البحوث الفقهية الآن في الكويت تعرفون أنهم عندهم موصوع الفقهية مثل هذا جندوا الشرعيين والمحدثين فيبحث متى ينجس الماء هل إذا كان قلتين أم إذا كان عشرة أذره في عشرة أذره إذا قرأنا في مذاهب الأئمة نجد فيها اختلاف كثير وثم هناك نجد آثار السحابة يفصل بيننا فصلاً واضحاً أنه إذا لم يتغير الماء بأحد أوسافه الثلاثة هذا معناه والحديث فيه ضعيف لكنه تغير وغلبته النجاس على الماء هو الذي يحكم عليه بالنجاسة أما إذا وقعت نجاسة قليلة في الماء السحابة رضوان الله عليهم وإجمعين كانوا يذهبون ويصافرون نجد في الأصول في آثار السحابة أنهم يجدون قد نزلت السماء جاء المطر واجتمع الماء وفيه أبوال قد يبول فيها الحيوانات وكذا وكذا ويتوضون منها ويغتسلون منها وكل شيء فالحاصل عندنا هذا الفكر وهو أنه ينبغي أن يدون الفقه على الراجع الذي يسمى فقه الكتاب والسنة أما أن يكون كل واحد يأخذ مذهبه ويتخصص فيه فربما يأتي يوم لا سمح الله أنهم يقيمون المصليات الخمس أو الأربع المقامات الأربع ويسلون منفردين نعم الإسلام واحد وكل علماء المذاهب هم علماء لهذا المذهب نعم مذهب الإسلام ليس هناك مذاهب نعم كان شيخنا محمد تقي الدين الهلائد رحمه الله في الحقيقة كان شديد على المذاهب كان سبحان الله شديد جدا قال أنا أرى أن المذاهب هذه قد أفسدت في الدنيا مذاهب أقدية لا شك فيها مذاهب فقهية ومذاهب سلوكية كم ما ذهب سارة الآن يعني تيجاني وإيش رفاعي نقشبندي جشتي قادري سهروردي وكذا مذاهب زيدية شيئة وغيرهم وغيرهم ينبغي أن يكون الإسلام السافي كما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى أما أمروا إلا ليابدوا الله مخلصين له الدين أخلصوا له الدين من الأوذار نعم بدا وغيره أرى كل هذا ذهبنا بعيد فين كان هذا من أين مشينا هذا كله أمر بن عاصم رحمه الله الذي أثار هذا الشيء فلماذا لا تبحثون الآن لو كان عندكم همة وعندكم إن لم يكن كتب موجودة فهذه آلات الحاسبة يعني قد تفيدكم اذهبوا إلى كتاب الكامل كم أحاديث قاد مما أنكر عليه كذا وكذا وأرجو أن لا يكون بعد هذا إلا حديثه صحاة هكذا يقول ثم انظروا كتب أخرى فإذا كانت همة أو تترون القمة لا حفظه شيء واضح جدا وسيء الحفظ معناه أنه سيء حفظه يعني فيه سوء كثير ويغلط كثير أما في حفظه شيء وأي ثقة لا يخطي يعني يخطي في بعض الأحيان فهذا القدر بعض الأحيان لا بد أن نعين في الفارسة شعبته كان يخطي في الرجال أين هو كما جاء فيه كلهم ولكن بعضهم يقول الإمام أحمد ثقة كما يكون الثقة لم يوثر عليه خطأ سبحان الله فكانوا يضربون أحاديث زملائه مع أحاديثه إذا كان يوافق مية في المية كما يقولون فيقولون حفظه تام الضبط ألا كلها القلال لله تعالى أنا ذكرت هذا لأن الله يبعث همم بعضهم فيقوم بمثل هذا وندعوا الله تعالى أن يقوم مراكز بحثية الآن عندنا في الجامعة مراكز بحثية لكن تمهيد لها صار لها كم مدة ما بدأ شيء لكن إن شاء الله الله تعالى يجعل لهذا الموضوع أو موضوعين نصيبا كبيرا في البحثنا وهذا إذن قد يحل مشاكل العناوين الطلبة الآن يعني ما يجدون عناوين البحث في الدكتورة والماجستير ولا بد أن يكون يقدم بحث فما يجدون لو فتحت هذا الباب إن شاء الله يحتحل مشاكل كثيرة على كلها قال أمر بن عاصر الكلابي قال حدثنا همم عن قطادة عن مورق كلهم ثقات ونسبات عن أبيل أحوص هو تلميذ ابن أباس من هو ابن أبد الله ابن أباس أو في ابن مالك ابن نظلة أبو الأحوص وهناك متأخر عنه أبو الأحوص سلام ابن سليم متأخر طبقة عن أبد الله وعبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله وعليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان استشرفها استشرف قالوا أنه مد إليه نظره لينظر وبالفعل الشيطان سواء كان من شيطان الإنس وشيطان الجن إذا خرجت المرأة مهما كانت ربما تكون ملفوفة نفسها فقد يكون الإنسان يرتفع بصره إليه أما إذا كان هناك من لا يخاف الله تعالى فلا شك أنه ينظر فيها ويتعمق فيها وكذا وليس لك إلا الأولى إذا كان فجأة نظر فجأة إلى آخره الحديث ضعيف نعم الحديث ضعفه على كل حال نعم لكنه جاءت من طريق آخر أنهمام عند التبراني وكذلك أن عمر بن عاصم الهمام روى عنه الظاهر ليس بن أبي سليم كذلك الثالث فالحديث صحاه بن حبان من طريق آخر هنا عند الترمذي ضعيف لعجل أمر بن عاصم لكنه جاء من طرق أخرى صحيحة ويكون يقوي هذا أيضا فيكون حديث عمر بن عاصم حسنا لغيره أنت لماذا مصر على هذا هكذا قال ابن حجير على كل حال وهو مادام يخطئ ويكون حديثه فيه على كل حال ضعف لكنه قد يكون إن لم يكون هذا الحديث مما أخطى فيه فهو سهل بذاته نعم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد إسماعيل بن عياش إيش شانه شامي يخطئ إلا في أهل بلده وبحير بن سعد وهو الشامي فروايته إن شاء الله يكون صحيحة عن خالد بن معدان الكلاي الشامي أيضا عن كسير بن مره الحضرمي الشامي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توذي مرأة زوجها لا توذي مرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته هنا زوجته هكذا جاءت كلمة الزوجة مقابل زوج وإلا أفسح كما قالوا الزوج في الأحاديث جاء زوج المرأة زوجها زوج الرجل زوجته وكان شيخ شنقيط رحمه الله كان يقول الأفسح استعمال الزوج للزوج والزوجة كلاهما وقد ياتي هنا المقصود منها الضيف قالوا الدخيل بمعنى الضيف كما هو فيه غريب اللغة وغيرها يعني عندك في وقت موقت ثم ياتي عندنا فلا توذي اقتنمي الفرصة نعم وهذا لا شك فيه يبين حق الزوجة للزوجته كما أن لهن عليكم حقا نعم هذا كله دعا عليها دعاونا للحور الأين ماناه ألا ما جاء فيه أن هذا العمر أو الإيذاء لا شك فيه كبيرة من الكبائر إيذاء المرأة زوجها نعم ثم قال الإمام رحمه الله قتاب الطلاق واللعان الرسول الله صلى الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن أياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الهجاد وأهل الإراقي مناكير ولذلك بحير بن سعد السحولي الشامي حديثه صحيح إن شاء الله هنا قال كتاب الطلاق واللعان الرسول الله صلى الله عليه وسلم والطلاق معروف الآن يعرفه حتى الصغار والكبار الله المستهن هو حل عقدة الزواج بين الزوج والزوجة والطلاق كان حتى قال العلماء العرب مما وجدوا من دين إبراهيم عليه السلام النكاح والطلاق طلاق وكانوا يعرفون الصفاح وغيرها إلى هذه الأشياء فالنكاح والطلاق كان معروفا قديما ولعل الشعراء ذكروا هذا الشيء وتذكرون يقول إيش ندمت ندامة الكسعية لما هذا جاهلي ندمت ندامة الكسعية لما غدت مني متلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار وكنت كفاقي أينيه عمدا وكنت كفاقي أينيه عمدا فأسبح لا يضيع له النهار الكسعي ندمت ندامة الكسعي وعامر عمدا كسعي نسبة إليه والكسعي وكسعي قصته أنه كان راعيا للأغنام وراميا رميا فايق جدا فكان يرى الغنم على الجبل جاء في يعني في ذكره كان يرى الغنم على جبل فرأى شجرة منحنية فقال إن هذا ليسلح أن يكون قوسا فتآهدها حتى استوى ثم أخذ منه أو سنع منه قوسا وبرأ منها نبل غيره فظهرت له بعد المغرب في العتمة الغزلان فرم إليهن فخرق السهم خرق السهم الغزالة وضرب في الجبل فقال ما أصابه يعني ما أصاب السهم ثم الثانية إذن بهذه السورة ففي ظلمة الليل غضب على قوسه فكسر فكسر قال فيه إذن قال نديمت نديمت ندامة لو أن نفسي تطايعني إذن لا قتعت خمسي تطايعني إذن لا قتعت خمسي هكذا كان يعني إذن فهو هذا الذي ندمت ندامة لو أن نفسي فهو الذي يقول ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوارو الشير كنت حافظ ثلاثة أو أربعة تبين لي صفاح الرأي مني تبين لي صفاح الرأي مني ولما كسرت قوسي وبهذا المعنى تبين لي أو تبدى لي صفاح الرأي مني لما كسرت قوسي لعمر الله لعمر الله لعمر الله حين كسرت تبين لي أو تبدى لي صفاح الرأي مني لعمر الله حين كسرت قوسي نعم فهذاك لما طلق قال ندم ندامة الكسعي لما غدت مني متلقة النوار نعم على كل حال فكان التلاق موجود قديما والتلاق موجود في حديثا والندامة والأسف موجودة للمتلقين ولذلك ينبغي أن يكونوا خاصة الشباب في الحقيقة يكونوا وقالا لا يتنازل إلى دركة النساء التي تقولون أنها نصف أقل نعم النبي صلى الله عليه وسلم أزعجا لو عبرنا هذا التعبير ما يكون إن شاء الله سوء لدم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزعجا من نسائه لكنه صبر واحتسب واعتزل شهرا كاملا ما تكلم كلمة في سب والشتم كذلك لا الضرب والطرد وكذا ولا التلاق ينبغي الإنسان يصبر وقد صبر أنبياء نوح عليه السلام صبر ما ولوت عليه السلام صبر ما زوجته ألا كل حال ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا في الحقيقة وإلا يندم مهما كان صبر عليها وإصلاحها قد يكون أحسن وإذا فرقت ربما الأولاد أيضا يضيعون أشياء كثيرة على كلها ولذلك ما أراد الله أن يكون التلاق بكل سهولة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والصلح خير إلى آخر قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تلاق السنة باب ما جاء في تلاق السنة قال المام البخاري في صحيح تلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين نعم قال الحافظ في الفترة والطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله فطلقوهن لعدتهن قال في الطهر من غير جماع وأخرجوا أن جمعهم من السحابة ومن بعدهم كذلك فإذا تلاق السنة أن يطلق امراته في طهر لم يجامعه فيها فإذا طلق في طهر جامع فيها فهذا تلاق البداء خلاف السنة كذلك إذا كان تلق امراته في حالة حيض أيضا تلاق البداء ثم يأتي خلاف العلماء هل هذا التلاق يقع أو لا يقع تلاق البداء نعم ثم أيضا ينبغي بعد الجمع من الروايات وغيرها أن تلاق السنة أن يطلق التلاقات الثلاثة كلها في طهر واحد فإذا جمع في الحقيقة مرة واحدة فهل هذا واحدة أو تعرفون الخلاف في هذا عم يكون طلاقة ثلاثة ثم إذا أوقي الطلاق الثلاثة أيضا هناك في بعض المذاهب مسألة قد يتقزز منها هذا الذي أعبر عنه يعني مسألة منتنة جدا وهو أنه خاصة في هذا الزمان عند الحنفية التحليل أو الحلالة يسمون في الهند باكستان حلالة وأنا أسميه تحريما حرامة هذه ليست حلالة لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لكن ما ذلك سبحان الله العلماء ولماء الأمة هم الذين يشرفون على مثل هذه المسالح وهناك مكاتب خاصة يكتبون أنه فلان حل ولو علما ينقحون أو يعقدون النكاح لليلة واحدة وأنا ذكرت لكم لأني في يوم من الأيام وذكرت لأصحاب أردو أن وقعت مشاكل كثيرة في هذا كان واحد فغاني أو من سرحد من باكستان هؤلاء الخوانين خان فهؤلاء يقولون أنهم متحمقون فكان شخص في زمن الإنجليز قاضي القضاة ولما سمع هناك في الهند أهل الحديث يفتون ولما أهل الحديث يفتون بأن الطرقات الثلاث مجلس واحد يعتبر واحد فما كان يعرفه كان قاضي القضاة فقال أنه في زمن الإنجليز حسن له كان عمره تسعين سنة وأدل بهذا البيان قال إنه جاءت واقعة فقالوا له للخان قالوا له نزوج مرأتك لليلة واحدة ما شخص فتحل لك قال ها وبدأ أترق راسه ثم قال نعم زوجه لكن في الصباح اقتله فالناس ظنوا أنه يمزح فقط سبحان الله يمزح فقط فزوجوا نكاح التحليل لليلة واحدة وفي الصباح جنح الزلام جالس على باب المرأة وباب العريسين فلما خرج أتلقى عليه وأرداه قتيلا في حينه مسكين فقال لو كنت أعرفت هذا الاستشهاد لو كنت أعرفت أن هذه مسألة مسألة تلقات الثلاثة كلها إذا أطلقت مرة واحدة يعتبر واحدة عند دولماء الإسلام موجود أنا كنت قضيت بهذا لكن ما كنت أعرف المسألة يقول الحاسلة لكلها التاغت أما إذا كان أوقعت الثلاثة فمسألة التحليل بعض المذاهب في الحقيقة جعلوا مذاهبهم ومسألتهم ويجيزون بها والله آلم فهذا أيضا من الأشياء من المخالفات والبدع قال حدثنا قطيباه بن سعيد أنه قال حدثنا حمد بن زيد أن أيوب وهو ابن أبو كيسان السخطيان أن محمد بن سيرين أن يونس بن جبير هو يونس بن جبير أبو غلاب الباه لثقة قال سألت ابن عمر عن رجل انطلق امرأته وهي حائض فقال حل تعرف عبدالله ابن عمر فإنه طلق امرأته يعني كانه نفسه سألت ابن عمر عن رجل انطلق امرأته وهي حائض قال هل تعرف عبدالله ابن عمر كانه يقول وقال تعالى خبير يعني الذي جرب بنفسه هل تعرف عبدالله ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك التطليق قال فما أرأيت إن عجز واستهمق الظاهر يظهر من كلام ابن عمر أنه تعد طلق واحدة وإن كانت بدعية وإن كانت بدعية إن كان عجز واستحمق فلابد أن يكون تعد عليه طلق واحدة هكذا وجاء خلاف العالم أن البدا ما دام هي مؤبدة لا يترتب عليه حكم شرعي فكأنها لاغية بعد ما راجاها لا يعتبر أنه يبقى لها حق التطريقات الثلاث بعد هذا في التحر هكذا ظنه لكنه إذا كان هكذا فكم مرة يطلق في الحيض لا يعتبر ولا مرة واحدة هذه من جملة العلماء في التفصيلات ذكروا فلذلك الذي اختاره غير واحد من العلماء أنه تلقى واحدة وأظن ابن تيمية رحمه ما اعتبرها تلقى وقال بدأ والبدأ لا حكم لا الحاصل المسألة تبقى مختلف فيها فإذا يجب عليه أن يراجعها وجاء في تفصيل الرواية في الاخرين أنه فإذا تهرد فإن أحب أن يطلقها فليطلقها تطلقها تطلقا ثم يتركها حتى تحيض وتطعر ثم يطلقها من غير أن يمسها ثم الثالثة هكذا وهذا فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هكذا جاء في الحديث في سبيل مسلم يا أيها النبي إذا تلقتم النساء فتلقهن لعدتهن وأحصل عدة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ثم قال حدثنا هناد وهن السري أنه قال حدثنا وكيع من الجراء وكيع من يكون هو سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولع لطلحه عن سالم عن أبيه سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجيها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا أو حاملا نعم يجوز أن يطلق في حالة الحمل نعم أولاة الحمال أجلهن أن يضان حملهن قال ابو عيسى حدث يونس ابن جبير عن ابن عمر حدث حسن صحيح السابق يعني السابق الظاهر واللاحق أيضا يحكم عليه دفعة واحدة حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد رويا هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة هذا الذي يظهر والله أعلم هو السنة لكن إذا أطلق الثلاثة دفعة واحدة هل تقى أو لا تقى في خلاف كبير بين الولماء رحمة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل قال ثم يطلقها طاهرة ثم بعد ذلك الطلقة الثانية وهو كذا والطلاق مرتان فيمساك بمعروف أو تسرع بحسان فإن تلق فلا تهل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره فتفسيره واضح جدا بهذا الحديث لذلك لا يجوز أن يطلق دفعة واحدة ويرميها دفعة واحدة لكنه إذا أطلق أو طلق بهذا الإطلاق فهل يقى فيه خلاف بين العلماء وما أدري يعني قال بعض الناس حكى لي أن الشيخ ابن باز رحمه الله سأله أحد من باكستان وهم جالسون قال والشيخ كان يفتي رحمه الله تلقات ثلاث دفعة واحدة لما كنا في المدينة وكان هو نائب رئيس الجامعة رحمة الله لتغمده الله برحمته فكان الناس يعتون ويكتب لهم سبحان الله أنا أذكر هذا ما أنسى أنه كان يكتب لهم فكان يفتي تلقى ثلاث دفعة واحدة تلقى واحدة وثم في مكة قال لي واحد أنه سمع من الشيخ سئلا من باكستان فقال أنت تجد هذه المسألة عند أهل الحديث يفتون لك خذ بها يقول يعني الشيخ يعرف أن أهل الحديث هناك جماعة أهل الحديث وجماعة الإخوان الحنفية الدوبندية فبينهم خلاف هذه المسألة شديد جدا فهم يقولون هؤلاء يزنون زنة يعني يعني بهذه الألقاب وتعانون بها فالشيخ ينباز قال خذ من هناك من علماء أهل الحديث تجد هذه المسألة يكتبون لك فما ندري هل سمعتم هذا من الشيخ لكن الشيخ كان يفتي قطعا وأنا أعرف أن شخصا جاء سبحان الله من أهل المدينة ومنهم تعرفون أنهم كيف وقد طلق من كبار الناس جالس في المجلس فجاء أخيرا طلق زوجته فما وجد ملجان إلا عند الشيخ ابن باز لأن أهل مذهبه أصلهم حنفية أو بخارية ما ندري طبعا هم حنفية فشيخ ابن باز كتب له في تلك الأيام وكان من من يعادي ويسب الشيخ نعم اللهم صلى على محمد والله اغفر لهذا الرجل العظيم اللهم اغفر له ورحمه نعم نعم لكن نقول على التراخي إيش مانا في نفس في نفس التهر دفع تلقى ثانية هذا أيضا من البدع قالوا لكن ينبغي أن يقال في موضع يفتع أو ولي الأمر أو أولياء الأمور علماءنا ومرعنا إذا كانوا يختاروا الطلاق الثلاث ثلاث فلا يجود لأهدنا يفتع هناك خلافه فإذا يحيل إذا كان واحد من باكستان يحيل إليهم ومن وحيل إلى ملي فليحتل نعم قال أن النبي والعمل على هذا وهو قول سفيان الثوري وإساق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وحمد وإساق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليق هدي السنة لا شك فيها على ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من البدع أن يطلقها التلقات الثلاث دفعة لكن وقوها فيه قلاف كما سمعتم باب ما جاء في الرجل يطلق ومراته البتة هكذا بلفظ البتة قال حدثنا هنّاد وهو ابن السريع قال حدثنا قبيصة ابن قبيصة ابن وقبا لا قبيصة ابن وقبا هذا هذا ليس قبيصة ابن وقبا قبيصة ابن وقبا سواهي أنجرين من حازم أن الزبير ابن سعد وقيل ابن سعيد وهو لين الحديث عن عبد الله ابن يزيد ابن ركانه وهو أيضا ضعفوه في الحديث عن عبيه يزيد ابن ركانه انجده ركانه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تلقت مراتي البتة فقال وما أردت بها قلت واحدة قال والله والله هكذا قال الله قلت والله قال فهو ما أردت هذا الحديث ضعيف لكن ماذا يقول العلماء من ماذا استشفوا من الروايات الأخرى قالوا إن الطلاق السريح طلاق جدهن جد وهزلهن جد إذا قال طلقتك فلا يقال ما نوى إلا كذا وكذا أبدا ما نوى إلا التخويف ما يوتبر لكن بعض العلماء قالوا إذا كان جاهلا قد يكون جهله يخرجه من المازق لكن الأكثر قول العلماء إنه إذا كان طلقتك فهذا لا يحتاج لأنية لكن إذا قال اذهبي أنت خلية أنت برية لأنكم قرأتم هذا في زاد المستقن ذكر وفق ذكر عدة الفاذ أنت خلية أنت برية أنت كالغزال أنت ماشاء الله إلحق بأهلك وليس لماك علاقة وكذا هذه الأقوال كلها فيها احتمالا نية نعم فإن كان يريد التخويف فالتخويف وإن كان يريد الطلاق فيكون الطلاق البتة كناية الطلاق نعم لكن البتة هل يكون كناية نعم يكون كناية يعني بتتك بتة واحدة أو تلقى واحدة من الممكن أن يكون يرجي فيها فلذلك الظاهر يكون في طلاق قنايات أما في الفاظ الصراحة أو في لفظ سريح فلا ينظر إلى نيته قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه وسألت محمدا أي الإمام البخارية رحمه الله عن هذا الحديث وقال فيه اضطراب ويروى عن اكرمه عن ابن اباس أن ركان اهتلق امراته ثلاثا بعضهم قال هذا حديث فيه اضطراب وإن كان اضطراب فأحري بالاضطراب أن يكون ويروى عن اكرمه عن ابن اباس أن ركان تتلق امرأته ثلاثا وقد اقتلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر ابن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعل ها ثلاثا وقال بعض اهل الاللم فيه نية الرجل نعم هذا الذي استنبت الولماء فيه نية الرجل لأن من الفاظ الكناية وليست من الفاظ صريح الطلاق إن وواحدة فواحدة وإن وثلاث فثلاث وإن وثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة فإذا هذا الحديث أو هذا اللفظ البتة يدخل في الفاظ كناية الطلاق وليس من صريح الطلاق عند كثير من وقال الشافعي إن واحدة فواحدة يملك الرجاء وإن وثنتين فثنتان وإن وثلاث فثلاث وقال مالك ابن أنس البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات يعني لا ينظر إلى البتة كأنه بت علاقته معها بت كاملا يعني بهذا المعنى كان أنه راه فهي ثلاث تطريقات نعم باب ما جاء في أمرك بيدك هذا أيضا من الناس يخوفون بهم هو كذا أنت حرة أنت خلية أنت برية أمرك بيدك وأنت ما لي صلاح معك ما لي صلاح معك أو ما ليس لي صلاح معك قال حدثني علي بن نصر ابن علي الجهزم إلهما الأب والابن من الثقات المعروفين قال حدثنا سليمان بن حرب على أزدي الثقة قال حدثنا حماد بن الزيد قال قلت لأيوب هل ألمت أن أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسن أي لحسن البصري قال إنها ثلاث قال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة هو تابعي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث هنا في الحقيقة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة قال أي فلقيت كثير مولى بن سمرة فسألت فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي الحكم إذا حدث ونسي ما هو قالوا إذا كان ينكر إنكارا جازما فيكون لا يوخذ هذا الحديث عنه إذا كان مداره عليه إذا كان مداره عليه فيقول أنا ما رأيتنه وهو جازم فبأي وجه نحن نقبل الكلام تلميذي ونترك الشيخة إذا كان جازما جزما حزما ففي هذه الحالة يقبل كلامه بأنه ما روى وتوهم التلميذ لكن إذا قال أنا ما أذكر أو قال والله أنا شاكل في المسألة ففي هذه الحالة كما كتب لأئمة وجمعه للسيوط رسيلة كذا صغيرة ليست كبيرة تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي حدث ونسي يحدث الإنسان شيء وهذا من تبيعة البشر وينسى ثم يذكره فيتذكر وكان بعض الأئمة رحمة الله أهلهم يثق بتلميذه إلى حد أنه قال حدثني ربيعة ليس ابن سعد قال حدثني ربيعة عني حدثني سارها في هذا الحديث شيخا له حدثني ربيعة عني يعني كأنه يقول نسي ثم بعد ذلك تذكر من تذكيره وأخذ بقوله ففي هذه الحالة فالظاهر هنا لما قال فقال أيه فلقيت كثيرا مولى بني السمرة هو من الثقات المعروفين فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي ولذلك ضعف هذا الحديث بمانا أنه أمرك بيدك لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه بمانا الطلقات الثلاث قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإشارة إلى ضافه إذن إذا كان ليس حسن غريب صحي غريب فغريب وحده يدل على أنه يشير إلى أنه ضعيف لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حمد بن الزيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حمد بن الزيد بهذا إنما هو عن أبي هريرة موقوف يعني من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ثلاث مثل ما قال الآخرون أنه ثنتين أو واحد أو كذا كذلك إذا صح أن السحابي شيء ولم يخالف فيها فقد يكون أرجح أخذه لكنه قد خولف أبو هريرة رضي الله عنه من الآخرين أيضا فتبقى مسألة على كل حال في اجتهاد أئمة الإسلام إن شاء الله يجتهدون ما هو أصلة للعمة وما هو عيسر والله أعلم جاءت فتاوى الصحابة أنها ثلاث وجاءت أنها لا شيء ففي هذه الحالة والله أعلم الذي يكون فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختارا في مثل هذا نقول اجتهادات الصحابة خاصة لها مانا كبير المتفقه ينبغي أن يأخذ من أقوالهما أو من أقوال أئمتنا في الاجتهادات أيضا أئمة الأربع والخمسة كلهم أئمة الإسلام فيفتي الإنسان بما هو أصل أئسر للأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار أئسرهما إذا كانت مسألة مشتهد فيها أما إذا كان منصوصا فيها لا يختار فيه وما كان المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا نعم ليس ابن سعد ليس ابن سعد قال حدثني ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن الرأي عني نعم هذا وتراجعوني لكتب لا أشوفوا إن شاء الله هذا صغير بن أبي صالح على كلها الراجعة إن شاء الله يعني إنسان ينسى وصحه بس مشكلة أنكم لا تأتون أنا يفرحني غدا تأتي به وتقول لا ثوابه كذا رابط تجتهدوا إن لم نجد فلسفة أنتم قال فإذا قال وقال ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوان وكان اللهم صلى على محمد وعليه بارك وصلا سبحانك اللهم وعندك أشهد ولا إله الله ترجمة نانسي قنقر